اشتركوا في القناة من سبتمبر من عام 1945 حيث وصلت سفينة يو اس اس ميزوري الى خليج توكيو مزينة باعلام لولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي والصين وعلى متن السفينة الحربية في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي لتوكيو وقع وزير الخارجية والجنرال في القوات المسلحة اليابانية على وثيقة رسمية تجعل من استسلام اليابان امر رسمي وبعد التوقيع واحتفال دام لمدة 20 دقيقة انتهت الحرب الاكثر الدموية وعنفا في التاريخ الانساني ولكن بعد ستة ايام وصل الجنرال دوغولاس ماك ارثر الى السفارة الامريكية في توكيو حيث تم رفع العلم الامريكي ليصبح الجيش الخامس رسميا محتل لليابان ومسؤول بشكل مباشر عن ادارة البلاد لكن اليابان بعد ذلك اليوم كانت في حالة خراب حقيقي ذكر الرجل الاعمال الامريكي ادوين باولي في رسالة الى الجنرال ماك ارثر حول هذا الامر بقوله على الرغم من الدمار الشامل خاصة في المراحل الختامية للحرب احتفظت اليابان بسعة صناعية اكثر مما تحتاجه او تستخدمه من اجل اقتصادها المدني كانت اليابان على وشك اعادة البناء والتي كانت تحت اشراف الولايات المتحدة الامريكية اعادة بناء الدولة مرة اخرى والتي كانت تحت اشراف المحتل الامريكي كان سبب وقد يكون سبب غير مباشر في اعادة احياء الجريمة المنظمة في اليابان وبالتحديد جماعة اليابان لسنوات ومع شغال اليابان بالحروب من عدة جبهات كانت هذه العصابات تعاني من الفقر وانهيار اعمالهم ولكن على غرار اقتصاد ومجتمع اليابان عادت اليابان الى قوتها السابقة واصبحت اكبر واكثر تأثيرا مما كانت عليه من قبل من اجل اعادة بناء اليابان الدولة المهزومة كان يجب القيام بعدة اشياء اولا تفكيك الجيش الياباني من جميع اسلحته ومعداته الحربية وايقاف عمل المصانع وايضا كان يجب محاكمة مئات المسؤولين للحزبيين اليابانيين كمجرمين للحرب وهي عملية طويلة انتهت بنسخة شرقية من محاكمة نومبرغ لتعرف باسم محاكمة توكيو كانت المسؤولية الرئيسية للحكومة المحتلة هي التخلص من المجتمعات السرية واطلاق صراح السجناء السياسيين ويعادت هيكلة النظام المدرسي في اليابان الاهم من كل هذه الامور على الاقل من وجهة نظر الامريكيين كانت تأقد على اعتماد اليابانيين على الدستور الديمقراطي في مرحلة ما بعد الحرب كانت الولايات المتحدة لا تريد رؤية اليابان تتحول الى دولة شيوعية وكانوا على استعداد للقيام بكل شيء في وسعهم لمنع حدوث هذا الامر لكن الشعب الياباني كان لا يزال يعاني من الجوع حيث ان اعمال الاغاثة لم تكن كافية بشكل حقيقي قدمت الحكومة المحتلة مخصصات غذائية الموطنين اليابانيين ولكنها كانت على ادنى المستويات ادى هذا النقص في المخصصات الى بعض الاثار الجانبية السلبية والتي ازدادت بسرعة لتصبح مشكلة كبيرة حيث ظهرت الاسواق السوداء بسرعة وبأعداد كبيرة وفرت هذه الاماكن التجارية الغير المشروعة فرصة للسكان الجياع للحصول على بعض الطعام الفعلي والعناصر المهمة وكانت العناصر الاكثر شيوعا في هذه الاسواق هي بالطبع الارز والذي لم يكن فقط نادر في ذلك الوقت بل كان مكلف جدا قدر الراتب المتوسط في مرحلة ما بعد الحرب بحوالي عشرين يوميا وهو ما كان يكفي بالكاد لشراء برتقالة صغيرة واحدة هذه الاسواق غير القانونية لم تكن تحت سيطرة اليابانين لكن استولى سانغو كوتشين على تجارة اسواق اليابانين سانغو كوتشين يترجم الى شعب البلدان الثلاثة وهي تمثل بلدان الثلاثة الصين وتايوان وكوريا تم جلب مواطني من هذه الدول الثلاثة والتي تحيط باليابان خلال الحرب العالمية الثانية من اجل استبدال العمال اليابانيين الذين اضطروا للانضمام للجيش وخلال الحرب كانوا يعاملون معاملة العبيد من بين 2.6 مليون كوري وخمسين الف مواطن صيني تجلبوا اليابان تم ارسال 2 مليون شخص الى بلدانهم بعد الحرب العالمية الثانية في حين بقى البقية وحاولوا كسب لقمة العيش في اليابان المحتلة بعد الحرب وهنا تمكنوا من السيطرة على السوق السوداء في مرحلة ما بعد الحرب بشكل رئيسي لان الجيش المحتل الذي كان يتردد دائما على هذه الاسواق لم يكن يثق في اصحاب الاسواق اليابانيين وكانوا يقررون الشراء من السانغو كوتشين بدلا من ذلك بالاضافة الى سيطرتهم على السوق السوداء كان للعمال المهاجرين اليابانيين الكثير من العداء اتجاه المواطنين في اليابان مما كان يؤدي احيانا الى هجمات عنيفة لم تتمكن الشرطة اليابانية من التدخل لايقاف هذه العمليات حيث قام العديد من المتشددين القوميين وغيرهم بالعمل كقوة شرطة خلال وقبل الحرب مما ادى الى تفكك معظم قوة الشرطة النظامية لهذا لم يكن هناك احد للحفاظ على الامن او التحكم بالسوق السوداء لهذا قامت مجموعة من المواطنين اليابانيين والذين كانوا غاضبين من اعمال سانغو كوتشين باخذ الامور بايديهم لتعود عصابة اليكوزا مرة اخرى في الوقت نفسه في ميناء كوبي في منطقة كانساي في اليابان كان حدث مهم ومهيل للشعب الياباني حيث احتجز سانغو كوتشين رهائن داخل مركز الشرطة محلي كان عدد رهائن 300 ياباني طلب رئيس كوبي من تاقو كازو رئيس عصابة ياما كوتشي كاي التدخل لمساعدة الشرطة المحلية وهنا تواصلت الحكومة المحلية مع اليكوزا مرة اخرى كالرئيس البلدية يعلم من ان الطلب المساعدة من اليكوزا خطوة جريئة وقد تدخل المنطقة تحت سيطرتهم لكنه اضطر لهذه الخطوة جمعت العصابة كل الاسلحة المتاحة لديهم ونجحوا في الهجوم والتحرير الرهائن هذه الحادثة جعلتهم اضطال في عيون الشعب وايضا زادت من حدة العداء والكراهية ضد السانغو كوتشين لهذا بعد سنوات من فقدان كل اموالهم وعلاقتهم السياسية بسبب الحرب بدأ النجم اليكوزا يرتفع ببطء مرة اخرى حتى في عيون الشعب وبدأت المافيا اليابانية تكتسب الشعبية مع انتشار الحكايات مثل ما حدث في كوبي في جميع انحاء اليابان من بين هذه الحكايات حكاية تحمل مشاعر الحنين للجين القديم الياباني وهي معركة شينباشي وفقا للقصة استطاع بعض عضاء اليكوزا الحصول على السلاح من طائرة حربية مدمرة واستخدموا سطح مدرسة ابتدائية كمركز عمليات خاص بهم استخدموا هذه القاعدة لاجبار عصابة تايوانية في المنطقة على تراجع الحقيقة ان هذه القصة مشكوك في صحتها لكنها بالتأكيد كانت سبب في اقناع العديد من المواطنين الفقراء والمحبطين بين اليكوزا كانوا منقذين للشعب الياباني في الوقت الذي كانت جميع هذه الامور العنيفة تحدث في اليابان كانت حكومة المحتلة الامريكية على دراية تامة بالمشكلة لكن الحقيقة لم يكونوا يفهمون طبيعة هذه المشكلة كان اول احتكاك فعلي للحكومة الامريكية مع صعود اليكوزا في يوليو من عام 1946 عندما اكتشف هاري شوك محقق في قسم الامن العام رجل يدعى ماتسودا جيتشي والذي كان مؤسس الزعيم لعصابة كانتو ماتسوزاكيا ماتسورا قومي او ماتسورا قومي باختصار كان قد تم اطلاق النار على زعيم هذه العصابة من قبل احد افرادها لهذا تولت زوجته ادارة الاعمال ارسل المحقق شوك في طلب زوجة الزعيم للتحقيق وهنا قامت الزوجة خلال التحقيق بالكشف عن تاريخ العصابة تأسست عصابة ماتسورا قومي قبل عام فقط في عام 1945 وقد جاءت فكرة تشكيل العصابة عندما لاحظ الزعماء الارتفاع الهائل الاسواق السوداء في المنطقة كان المحقق منتهش للغاية عندما سمع ان ماتسودا حصل على الدعم الشرطة في انشاء اسواقه السوداء والذي كانت تحصل على المال من خلال تقديم الخدمات مثل التنظيف والكهرباء والتراخيص لاصحاب المحلات كان ماتسودا بمثابة البطل الوحيد في شنباشي حتى جاءت جماعة سانغو كوتشين مما ادى الى الصراع الشديد بين المجموعتين هذه القصة تنطبق بشكل كبير على اغلب العصابات الحديثة في اليابان والتي تأسست في القرن العشرين سمح لهم بالحصول على موطق قدم ونفوذ في المنطقة مما ادى الى عادة تشكيل عالم الجريمة في اليابان نلتقي في الجزء الاخير شاركنا في تعليقات حول رأيك في هذه الحلقة واذا عجلك محتوانا ادعمنا من خلال الاشتراك وتجد في الوصف رابط لقناة شيء والمتخصصة بالتقنية والبودكاست وركاست ممكن تشوف فيديوهات اخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع حول التاريخ والثقافة